في عضو موجود بالجسم أنا أسميه مفاعل نووي أنا أسميه مفاعل نووي سبحان الله يخترق يعني ما يستطيع أي فيروس إنه يخترق الخلية ولا يلتصق بجدار الخلية ولا فيبروتين الخلية أثناء سبحان الله ما إحنا ندعم هذا العضو ونعطي حاجته من بعض العناصر أنا ما أنا قادرة أصرح ودي أتكلم ولكن إلى الآن أنا غير مخولة في أني أتكلم ولكن مثل ما قلت لكم فيروس أنا ماني مستهدفة ما هو فيروس كورونا ولكن أنا قاعد أهتم بمنطقة مهمة جدا في الجسم فيروس كورونا والفيروسات القديمة والفيروسات المستقبلية إذا حاولنا إنه إحنا نقوي أو الشيء هذا اللي أنا موجودة اللي ما أنا قادرة أتكلم عنه لأن هذه دراستي إنه أي فيروس ما يقدر يخترق الخلية وما أنا قادرة أتكلم أكثر من شيذي ولكن أرجوكم انتظروا الدراسة وفي حال إن الدراسة ما توفقنا فيها أنا ما رح أوقف لأن أنا على ثقة كثير ناس منتظريني بره إن أنا إذا ما تسوى الدول أهني رح يسوى بره ما هو أعشاب وما هو مثل ما تفضل أحد الصيادلة إنه جيرجير ومحطوط عليه شوية براستيمول وإنه هو يعالج فيروس كورونا أقول لكم ما استهدفت فيروس كورونا الله سبحانه وتعالى حطيت ناس حطيت دراسة مات التورات حطيت الإنجيل حطيت القرآن طلعت بعض الآيات أثناء الدراسة أثناء الدراسة تقديم دراسة للدكتوراه بقدم دراسة للدكتوراه